حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش من أن تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي البيجر الذي يستهدف جماعة حزب الله المسلحة يحمل خطرا جديا لتصعيد كبير في لبنان ويجب بذل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد قال جوتارش إن انفجار كل هذه الأجهزة يعد ضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبيرة محتملة قد تنذر بتهديدات أكثر خطورة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط أعتقد أن ما حدث أمر خطير بشكل خاص ليس فقط بسبب عدد الضحايا الذي تسبب فيه ولكن بسبب الأنباء التي تشير إلى أن الأمر قد تم تدبيره مسبقا للتسبب في هذا الحادث من الواضح أن جعل كل هذه الأجهزة تنفجر في آن واحد هو القيام بذلك كضربة استباقية قبل عملية عسكرية كبيرة لذا بقدر أهمية الحدث نفسه فإن هذه الأحداث تؤكد وجود خطر جدي بحدوث تصعيد دراماتيكي في لبنان ويجب القيام بكل شيء لتجنب هذا التصعيد ترجمة نانسي قنقر